ابن القيم رحمة الله عليه صنف كتابا عظيما في مسألة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سمى جلاء الأفهام في فضل الصلاة في الصلاة والسلام على خير الأنام وقد ذكر أربعين فائدة أذكرها على عجالة قبل الأذان أذكر فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقرأ لحاديث ما بين الأذان والإقامة مما يتيس ذكر رحمة الله عليه أولا امتثال أمر الله عز وجل ثانيا موافقة الله سبحانه وتعالى في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثالثا موافقة الملائكة فيها رابعا الحصول على عشر صلوات من الله تعالى لمن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحد خامسا أن يرفع العبد بها عشر درجات سادسا أنه يكتب له بها عشر حسنات سابعا أنه يمحى عنه بها عشر سيئات ثامنا أنه يرجى إجابة دعائه إذا قدمها أمامه تاسعا أنها سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاشرا أنها سبب لغفران الذنوب أحدعاش أنها سبب لكفاية الله سبحانه وتعالى العبد ما أهمه أثنعاش أنها سبب لقرب العبد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة ثلاثعاش أنها تقوم مقام الصدق لدى العسرة أربع عشر أنها سبب لقضاء الحوائج خمس عشر أنها سبب لصلاة الله على المصلي وصلاة ملائكته عليه ست عشر أنها زكاة للمصلي وطهار له سبع عشر أنها سبب لتبشير العبد بالجنة قبل موته ثمن عشر أنها سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة تسع عشر أنها سبب لتذكر العبد ما نسيه عشرون أنها سبب لرد النبي صلى الله عليه وسلم على المصلي والمسلم عليه واحد عشرين أنها سبب لطيب المجلس فلا يعود حسرة على أهله يوم القيامة ثنين عشرين أنها سبب لنفي الفقر ثلاثة عشرين أنها تنفي عن العبد اسم البخل إذا صلى عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكره أربع عشرين أنها سبب للنجاة من الدعاء عليه برغم الأنف خمسة عشرين أنها سبب لسلوك طريق الجنة لأنها ترمي بصاحبها على طريق الجنة نعم أنها ترمي بصاحبها على طريق الجنة ستة عشرين أنها تنجي من نتن المجلس الذي لا يذكر فيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم سبع عشرين سبب لتمام الكلام الذي ابتدأ بحمد الله والصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام ثمان وعشرين أنها سبب لكثرة نور العبد على الصراط ووفرته تسع وعشرين أنه يخرج بها العبد عن الجفاء يخرج العبد عن الجفاء إذا أكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثون أنها سبب لإبقاء الله تعالى الثناء الحسن للمصلي عليه بين السماء والأرض واحد وثلاثين سبب البركة أنها سبب البركة في ذات المصلي وعمله وعمره وأسباب مصالحه اثنين وثلاثين أنها سبب لنيل رحمة الله للعبد ثلاثة وثلاثين أنها سبب لدوام محبته للرسول عليه الصلاة والسلام وزيادة ذلك ومضاعفته ثلاثون أنها سبب لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم للمصلي عليه ثلاثة وثلاثين أنها سبب لهداية العبد وحياة قلبه ثلاثون أنها سبب لعرض اسم المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وذكره عنده ثلاثون أنها سبب لتثبيت القدم على الصراط والجواز عليه 38 أن الصلاة عليه أداء لأقل القليل من حقه صلى الله عليه وسلم 39 أنها منتظمة لذكر الله تعالى وشكره ومعرفة إنعامه على عباده برسالته صلى الله عليه وسلم 40 أنها دعاء بحيث يسأل العبد ربه تبارك وتعالى أن يثني على خليله وحبيبه صلى الله عليه وسلم ويزيد في تشريفه وتكريمه وإيثار ذكره ورفعه